خادم الحرمين الشريفين يعقيدوا اجتماعا مع ملك الاردن وامير الكويت ونائب رئيس الامارات وتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للاردن تصل الى مليارين وخمسمائة مليون دولار امريكية التحالف يدين استهداف الحوثيين للمنظمات الاغاثية في اليمن الثانية عشر بتوقيت بكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في نشرتنا الرئيسية لهذه الليلة يصحبنا في ترجمة لغة الاشارة الزميل محمد الاسمري عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلماء بن عبدالعزيز السعود حفظه الله في قصر الصفة بمكة المكرمة امس واخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع لمناقشة سبل دعم الاردن الشقيق للخروج من الازمة الاقتصادية التي يمر بها حضر الاجتماع من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العبان فيما حضر من الجانب الاردنية صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ومعالي مدير مكتب جلالة الملك السيد منار الدباس ومعالي مستشار جلالة الملك الدكتور محمد العسعس وحضر من الجانب الكويتي معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد أنس خالد الصالح ومعالي مدير مكتب سموي أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد كما حضره من الجانب الإماراتي سموي الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي وزير شؤون المجلس الوزراء والمستقبل السيد محمد عبدالله القرقاوي والشيخ شخبوط بن هيان آلنهيان سفير الإمارات لدى المملكة هذا وقد صدر عن الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن البيان التالي بجوار بيت الله الحرام وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية عقد مساء الأحد السادس والعشرين من رمضان 1439 الهجرة الموافق للعاشر من يونيو 2018 اجتماع انضم كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة وانطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع واستشعارا للمبادئ والقيم العربية والإسلامية فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني اثنان ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ثلاثة دعم سنوي لميزارية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات أربعة تمويل من صندوق التنمية لمشاريع مائية وقد أبدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة بإذن الله هذا وقد أعرب رئيس الوزراء الأردنية المكلف الدكتور عمر الرزاز عن شكر الأردن وتقديره للمملكة ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حزمة المساعدات الاقتصادية التي تم تقديمها لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية كما رحبت أوصات أردنية رسمية وشعبية بمخرجات اجتماع مكة لدعم بلادهم في أزمتها الاقتصادية ارتياح كبير على الصعيد الرسمي والشعبي في الأردن بعد انتهاء قمة مكة المكرمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين وشاركت فيها المملكة إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن لبحث سبل مساندة الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت به مؤخرا نحن نشكر الأشقاء العرب كما عودونا فهم يقفون بجانب الأردن دائما وأبدا وهم بادروا للوقوف معنا في الظروف الصعبة التي نمر بها فكل الشكر والتقدير والعرفان لهذا الجهد من أشقائنا العرب الأردنيون عبروا عن شكرهم وامتنانهم للدول المشاركة في القمة والشكر الأكبر كان لخادم الحرمين الشريفين الذي حمل على عاتقه رعاية المصالح العربية والحفاظ على استقرار الدول الشقيقة فعقد هذا الاجتماع في أطهر بقاع الأرض ليخرج بقرارات من شأنها حماية الأردن والحفاظ على ركيزته الاقتصادية هذه الحزمة المساعدات أتت في وقت الأردن بحتاجها هذه الحزمة التي تنقسم إلى أربع فئات مهمة قد تكون مرتكز ينطلق منه الأردن باتجاه وضع استراتيجي طويلة الأمد الأخوة الصادقة الشعور الأكبر الذي انتاب الأردنيين بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين خصوصا بعد علمهم أن خادم الحرمين كان على اطلاع كامل على تفاصيل الوضع المحلي الأردني ولم يتوانى عن الوقوف إلى جانبهم لقناة السعودية الأولى علاء رشيد عمان تعد مواقف المملكة الدائمة إلى جانب أشقائها العرب خلال الأزمات التي يتعرضون لها مواقف مشهودة ومعلنة ونهجا يسلكه قادة المملكة في الوقوف إلى جانب الدول العربية لرأب الصدع ولم الشمل وتقديم كل المساعدات الممكنة بوصفها قبلة المسلمين ومهد الرسالة وانطلاقا من مكانتها العالمية تلعب المملكة دورا ريادية مهما في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ابتداء بقضية العرب الأولى فلسطين المحتلة التي أصبحت نهجا راسخا رسمه المؤسس أسار عليه أبناؤه ملوك المملكة نهج يأتي انطلاقا من مسؤولية جسيمة تتحملها المملكة يوصفها الشقيقة الكبرى لدول العالم العربي والإسلامي لتوضح مدى صدق الروابط الأخوية الإسلامية بين المملكة حكومة وشعبا ومواطني تلك الدول في الطائف انسدل الستار عن أطول حرب أهلية يشهدها بلد عربي ليشكل هذا الاتفاق مبدأ التعايش المشترك بين الطوائف اللبنانية المختلفة أتمثيلها السياسي السليم وفي مكة المكرمة تطفأ الصراعات وتنهى الأزمات حيث كان المؤتمر الإسلامي لإيقاف الحرب الطائفية في العراق والقمة الإسلامية لتدارس أوضاع الأمة الإسلامية وتعزيز الوحدة والتضامن والتعضد بين أبنائها وطن يحمل هم أمة ولا يزال يواصل نهجه المستمر منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي دعا أشقاءه في الإمارات والكويت والأردن إلى عقد قمة بجوار بيت الله الحرم لتقود الشارع وحكومة الأردن إلى بر الأمان بعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ببرقية عزاء ومواسات لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة وقال الملك المفدى علمنا بنبأ وفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ببالغ التعازي وصادق المواسات لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وإسكنها فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء إنا لله وإنا إليه راجعون بعث خادم الحرمين الشريفين ملك سلماء بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنيئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده أعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلماء بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنيئة لدولة البروفيسور جيوسي بي كونتي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الجمهورية الإيطالية بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلماء بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزر الدفاع ببرقية تعزية ومواساة لجلالة الملك مملك مملكة البحرين والسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين في وفاة الشيخة هالة بن دعيج آل خليفة بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلماء بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزر الدفاع ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا للتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلماء بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزر الدفاع ببرقية تهنئة لدولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل باخيرة مساعدات سعودية تصل إلى السودان ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد وصل فخامة الرئيس علي بونجو أنديمبا رئيس جمهورية الجابون إلى جدة اليوم وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين أدانا متحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي في الرياضة اليوم قيام ميليشيا الحوثي بتهديد قواف المنظمات الإنسانية في اليمن أضاف المالكي أن نحو خمسة ملايين مواطن يمني استفاد من المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة التحالف يدين التهديدات الحوثية لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية في اليمن الجميع تابع البيان الصادر من اللجنة الدولية للصريب الأحمر بتلقي تهديدات ومخاطر لحياة العاملين في المجال الإغاثي التحالف يدين هذه التهديدات الحوثية ويشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي والإنساني فيما يخص حماية الموظفين والعاملين الغاثيين في مناطق الصراع نعمل بتنسيق مستمر مع اللجنة الدولية للصريب الأحمر لتوفير أفضل البيئات وأفضل الظروف لعمل المنظمة الأممية مجموع ما تم تقديم من نتائج المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن حتى 11 يونيو تلاحظون العداد أمامكم عدد المستفيدين 4.791.792 مواطن يمني عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية غرب العاصمة الأفغانية كابل وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان إسلامية ضد التطرف والإرهاب مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان إسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية وإيوائية وطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارة وزير الدفاع حفظهم الله حضر التسليم نائب والي ولاية البحر الأحمر اللواء مصطفى أحمد نور والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم فهد المنصوري ووزيرته الشؤون الاجتماعية في ولاية البحر الأحمر الدكتورة فاطمة مصطفى ووزير المالية في ولاية البحر الأحمر علي عبد اللطيف قال نائب مدير إدارة المساعدات العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة ناصر الصباعي بعد التسليم إنه وفقا للأليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيتم توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية في جميع الولايات السودانية اليوم وصلت باخرة الميناء بورسودان تحمل على متنها 458 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية والتي تأتي تنفيذا لتوجهات سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز حزب الله وسمو ولي عهد الأمين وبمتابعة وإشارات المعاني من السشارة بالدوان الملكي المنشرف العام على مركز الملك سلمان دكتور عبد الله الربيع وفقا للعليات ومتابعة مركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية إن شاء الله هذه المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية ستوزع على ولايثي البحر الأحمر ممثلة في محليات سواكن بورسودان ريف القنب والأوليب وجبيت المعادن وحلائب وكذلك في ولاية شمال كردوفان ممثلة في محلية وندعشانا وفما يتعلق بالمواد الطبية سيتم توزيحها إن شاء الله على 40 مركز صحي و15 واحدة صحية في كافة الولايات السودانية التابعة للأحمر السوداني وعدم المستخدين للإجمال إن شاء الله من المشروع 50 ألف مستفيد وللحديث أيضا عن هذه المساعدات الكبيرة التي تقدمها المملكة للأشقاء في السودان ينضم إلينا هاتفية من السودان الأستاذ عطاف محمد مدير تحرير صحيفة السوداني مساء الخير سيد عطاف هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية تأتي تأصيلا للقيامة الإنسانية الفاضلة أيضا وتحقيق للتكافل وحفظ كرامة الإنسان كيف تعلق سيد عطاف حول هذه المساعدات طيب السنار رحمان الرحيم بلا شك هذه المساعدات أتت بتوجيه من خادم الحرامين الشريفين حفظه الله هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها هذه المساعدات خلال شهر رمضانا من الحال قدم مركز الملك خلمان لإغاثة العمال الإنسانية على مشروع إفطار صارم في مختلف فلايات السودان بلغ تكلفته 500 ألف دولار في شمال دارفور جنوب دارفور جنوب كردفان ولاد الخرطون مستفاد مننا أكثر من 87 ألف واثمسونية أما المساعدات الإنسانية الأخيرة التي وصلت الباخرة السعودية اليوم السودان فهي بلا شك يعني وقفة قوية من المملكة وقيادتها مع شعب السوداني باخرة محمد أبو 450 طن تشمل موادات قيمة وقضائية وهيوائية ومحالية وريدية بلا شك تدفع لتغدوم وإزهار الإلغات السودانية السودانية الأشياء الجديد في هذه المساعدات أنها يعني لأول مرة ستدخل المناطق المتأثرة في منسلس حلايب المحتهل والسواكين كبيت والمعادن والجنة والدوثير هي عبارة 25 حاوية تستهدف 50 ألف شخص وإذن فذلك ستوزع في منطرة العشانة في ولاء الشمال الكردوساني التي تعرضت لحرائص خلال الفترة الماضية نحن نتمنى في المستقبل أن يكون تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والسودان الآن الحرب القادمة في المستقبل هي حرب المياه وحرب الموارد السودان القني بهذه الموارد وحرب المياه شكرا الأستاذ عطاف محمد مدير تحريص صحيفة السوداني كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك وصف مجلس علماء باكستان دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بالريادي وذلك بحرصها الدائم على الوقوف على أوضاع أشقائها في الدول العربية والإسلامية ونصرتها لقضايا المسلمين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم في المؤتمر الذي عقدته جمعية مجلس علماء باكستان بمدينة لاهور أشاد العلماء والمفكرون الباكستانيون بدور المملكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية ودعمها المستمر للحفاظ على أمن واستقرار دول العالم الإسلامي كما استنكر الحاضرون كل الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة سنقطع القدم التي تخطب الضرر والشر للمملكة وآخيرا أقول لكم إن مجلس علماء باكستان يوحد الجميع في الدفاع عن مقدسات الأمة جاء ذلك خلال مؤتمر حماية أرض الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك حيث أعلن المشاركون تضامنهم مع مواقف المملكة في حماية الحرمين الشريفين ودعمها المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية ويرى كثير من علماء باكستان أن الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة للمسلمين في أرجاء الأرض تحتم على الدول والشعوب الإسلامية الوقوف مع المملكة ودفاعهم عنها ضد كل من تسول له نفسه الإساءة والاعتداء على أرض الحرمين الاعتداءات والصواريخ التي استهدفت المملكة لم تستهدف الرياض أو جدة إنما استهدفت عقيدة الأمة وإيمانها بل قلب الأمة النابض ومساجد باكستان تبتهل بالدعاء بأن يحفظ الله أرض الحرمين من كل من أراد بها السوء من دول وجهات معادية للسلام يؤكد علماء باكستان على توحدهم في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين واستنكارهم الشديد للأفعال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي للنيل من المقدسات الإسلامية نذير مؤيد تلفزيون المملكة العربية السعودية إسلام باد ننتقل إلى نشرة الأحوال الجوية مع الزميل عادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل الخير مشاهدين الكرام ليلة رمضانية هادئة وأجواء هادئة ومستقرة ودرجات حرارة معتدلة خلال هذه الليلة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة التي سادت أجواء المملكة ابتداعا من الأطراف الغربية والشمالية الغربية إلى مناطق وسط المملكة نذهب بحضراتكم إلى حركة الرياح السطحية التي توضح لحضراتكم استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة على الأطراف الشمالية الغربية وهو ما ساهم في انخفاض درجات الحرارة بصورة منحوظة خاصة على أطراف الشمالية والأجزاء الغربية خلال النهار الغد متوقع من شاهد الله أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على الأجزاء الغربية وحتى مناطق وسط المملكة وقد تتسبب في إثارة الأطربة والغبار وبالتالي انخفاض طفيف في مدى الرؤية الفقية يستمر نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية على مياه الخليج العربي وهو ما يساهم في ارتفاع نسب الرطوبة وارتفاع الأمواج على السواحل الجنوبية في البحر الأحمر تستمر الرياح الشمالية إلى شمالية غربية وتساهم في ارتفاع نسب الرطوبة على المدن الساحلية نذهب بحضراتكم مسريعا إلى حالة إلى وسط الأربعينات مئوية وأيضا في المدينة المنورة مع أجواء غائمة ونتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عند ساعة الفجر الأولى إلى 29 درجة مئوية في الرياض تبقى الأجواء هادئة ومستقرة وأيضا ترتفع درجات الحرارة وسط النهار إلى بداية الأربعينات وتنخفض إلى 29 درجة في الصباح الباكر في الساحل الشرقي عوالق ترابية خفيفة وأيضا انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم من أطلق شمال المملكة مع دخول كتة الهوائية الباردة ويظهر ذلك عند الساعات الصباح الباكر مع نشاط في الرياح الغربية والشمالية الغربية نسب رطوبة عالية في جدة وأيضا أجواء هادئة ومستقرة هذه الليلة على معظم المرتفعات الجنوبية الغربية مع ظهور لبعض السحب المحلية التي قد تتخللها سحب ركامية راعدية في وقت الظهيرة والمساء اليوم غد أيضا أجواء هادئة ومستقرة في منطقة نجران ونسب رطوبة عالية في منطقة جازان أعزائي المشاهدين هذه أبرد سمع الغطاق شكرا لحسن متابعة عودة جديدة إلى الزميل عبدالعزيز وختام رشقة الأخبار شكرا لطيب المتابعة ودمتم بخير وإلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة